موسيقى 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 ونحسوا على قليات ان العضو اللي عنده اي مقترح بنفهموا انك انت لو عايز تعمل مقترح تقدمه فين وعن طريق ايه عندنا طبعا عندنا النحية من قدمه عن طريق الميل او في اخر كل كتاب من لاحة بيبقى موجودة اربع صفحات هو ممكن يقطعها هارك وبيحطها في صندوق الاقتراحات هنا وبتتناقش كل الاقتراحات اللي بيقدمها العضو المكتراحات موجودة هارك ولمكتراحات مستمرة لحد يوم تسعة تسعة ان شاء الله ان العضو بيطع اخر اربع ورقات لحد يوم تسعة تسعة لو عنده اي مقترح او حاجة بيكتب رقم المادة ورقم الصفحة والمقترح اللي هو عايزه بيحطه في الصندوق على طول هنا هارك بيبقى في ورق فوري ممكن بتكتب منه المقترح بس دي يعني فاقوة زروف يعني اهم حاجة نابت فاخر كتاب ولكن دي في الاخر بتاخد ورق مكتوب فيها الاسم ورقم العضوية والمكترحات وبتقدمها بتحطها فوري فيها بس دي في حالتنا كنت لسيت الكتاب او كده بدل ما قطع كتاب جديد وكان السندوق بتعرض بيرجع تريبا للسكرتاريا ومن السكرتاريا بيطلع اللجنة المنظمة المشروع اللايحة المنظمة المشكلة المشروع اللايحة وبتتنقش من بعد يوم تسعة ساعة ان شاء الله فينا دوات كتب متوفرة في السكرتاريا عندنا متوفرة كتب وموجود وموجود الورق والكوشفات وكل حاجة بارتشن تاني في مدية ناصر فيه بارتشن تاني في شيخ زايد تيجي عايح حاسة بدورها ان هي تكتب قانون النادي اللي هتمشي عليه طول العمر اما بارش مكترح الناس العضو بيقفل المكترح وبيحط الورق على طول انا زي المكترحات حاجة ديمقراطية ولا انا بص فيه ولا عادل لا اي حاجة هو بيحطه بايده وبتتسلم زي ما اي انا جبت واحدة قبل كده لسبوع اللي فات وقردها وحاجة محترمة يعني وان شاء الله قدمنا اكتراحات مجلس يقرأها وان شاء الله خير لفيه خير للنادي ان شاء الله خير ابرز حاجة عجبان ان احنا اول نادي في مصر يبقى هو حط اللايحة بتاعته وعرضها على الاعضاء الجماعية العمومية كل واحد يقرأ ويشوف ايه البند اللي هو مختلف عليه البند اللي هو معاه يدعمه البند اللي مش عاجب يحطه مكترحاته كل الاندية قبل كده في السنة اللي فاتت كلها الجماعيات العمومية المجالس الادارة هي اللي اخترت اللايحة بتاعته لكن اول نادي في مصر هو بيطرح الجماعية اللي بيطرح اللايحة بتاعته لأعضاء الجماعية العمومية وهم اللي نقشوها عدلوا فيها يبعد بالميل يبعد بأي حاجة يقول مقترحاته هيبقى فيه مناقشات لحد ما إن شاء الله اللي حتاكمل وإن شاء الله يوم 28-29 يبقى خير بإذن الله فيه بند بس بتعني الزوجة لما زوجها يتوفى أنها تدفع 50% من القيمة العدوية طبعا ده يعني العمر بيد الله فما ينفعش أن واحد يكون زوجته وهو توفى هتجيب منين بس فمفروض أن ده بس هو اللي احنا كتبينه أنه هو ممكن يتعدل البند ده لكن بقى البند أغلبية 95% منها كويسة إن شاء الله تخدم الجماعية العمومية للنادي له جبت اللايحة وقارتها تمام وفيه فيه تعديل مقترح هكتبه هنا لأن المفروض الأعضاء هي اللي تختار رئيس لمدة يعني مش مدة معينة أو مدتين اللي عجبني في اللايحة النوادي كلها الجماعات العمومية هي يعني زي ما تقول ما بتشركش الأعضاء معهم زي زي ما بتشركش هي بتعمل اللايحة والعدوة أوكي أو لا لكن النادي الأهلي الجماعية العمومية هي اللي بتحط اللايحة نفسها أو بتعدل اللايحة نفسها وهي اللي بتختار النادي يمشي زي ما اغريت أيوة عجل رجيب برضو من الكرارات الملأة اللي عملها زي وكده وعراها إن شاء الله وبعد كده بعتها إن شاء الله هل يفسك تعديل أول حاجة؟ بعتها إن شاء الله رفحوا في خلال قديم؟ لا يمكن أن يبقى النهاردة بالليلة بقى الصحية نعم يعني أنك فيها قرب شرعة تعديل صح لا أعجبتك لا أعجب لا أعجب لا أعجب هل تيجي بقى يوم 28 28 إن شاء الله إن شاء الله بذل الله وإحنا وراء الناد للأهلي بأي حاجة والمجرز نحن نقضى مع مجرز الزوات الناد للأهلي وقضوا مع مقبطين محمود قطيف ومع المجرز كله والناد للسل هنا عامل فاروق وكلهم إن شاء الله بذل الله وإحنا وراء الناد للأهلي بأي حاجة